موسيقى قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالانسور ان حصة الجهاز المصرفي من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت متواضعة واكد خلال افتتاحه اعمال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان القروض والذي تقيمه الشركة الاردنية لضمان القروض ان الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة حتى العام 2020 المتوقع اقرارها بالصيغة النهائية قبل نهاية العام اولات اهمية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة من جهته كشف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز انه يجري الان حاليا العمل على اتمام الشروط المرجعية النهائية لتسهيل خاص من بنك الاعمار الاوروبي بقيمة 150 مليون دولار ضمن خطط البنك في توفير خطوط اعتمال خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك العاملة في المملكة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مسئولية تشاركية بين القطاعين العام والخاص بمؤسساتها المختلفة سواء المؤسسات داعمة بشكل مباشر او مؤسسات مساندة او مؤسسات معنية بتسجيل ترخيص وتقديم اي نوع من الدعم الفني اللي ممكن تحتاجه هذه المؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة مهم في اقتصادات الكونية دائما في اقتصاداتنا بالمشرق العربي طبعا مهمة اكثر بسبب انه نحن بمرحلة انتقالية من النمو والعدد الاكبر جدا من مؤسساتنا هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة والمؤسسات صغيرة ومتوسطة عند قدرة التحرك والتأقلم اكثر من التوزيطات الخارجية او الشركات الكبرى ببعض الاحيان والى اسعار بيع المحروقات تعدل الحكومة يوم الاحد المقبل اسعار بيع المحروقات في السوق المحلية لشهر كانون الاول المقبل استنادا الى اسعار النفط عالميا والتي واصلت انخفاضها خلال شهر تشرين الثاني الحالي وتحوم الاسعار حول ثمانين دولارا للبرميل وبلغ معدل اسعار نفط برند منذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي واحدة ثمانين دولار وعشرين سنت للبرميل في حين بلغ معدل سعر برند الذي استندت اليه الحكومة تأشيريا في تخفيض اسعار بيع المحروقات لشهر تشرين الثاني الحالي سبعة ثمانين دولار ونصف للبرميل مما يؤشر الى ان التخفيض قد يصل الى سبعة في المئة وتباينت اراء المواطنين حول تعديل اسعار المحروقات المقبل حيث توقع البعض أن تخفيض الأسعار ولكن بمستوى طفيف في حين توقع أخرون عدم تخفيضها وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تترقب فيه أسواق النفط العالمية اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل لبحث مستوى الإنتاج الذي سيحدد الأسعار التي انخفضت بنسبة تزاوزت الثلاثين في المئة منذ شهر حزيران الماضي إذ توقع قبراء أن تنتهي الأسعار إلى ستين دولارا للبرميل إذ لم تتفق المنطقة على خفض كبير للإنتاج لتقليل المعروض في الأسواق العالمية إن شاء الله متوقعين أنه ينزل بنزين من هون آخر الشهر بس معدل قرش أو قرشين يعني مش أكثر من هيك رح ينزل متوقع أنه ينزل سعار البنزين والكاز والديزل لأنه عفوا يعني أسعاره عالمية نازلة لازم يكون نازل عنه في البلد كمان والله ما أظنش يعني إذا بتنزل لها قرش قرشين وإذا ارتفعت ترتفع لها ثلاث لرات أربع لرات يعني على هذا المعدل المعروف يعني معروف من خمس ست سنين بتنزل لها قرش قرشين وبترتفع خمس لرات يعني بطل واحد متفائل بالقصة بمرة إلى ذلك أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد جهزية شركة مصفاة البترول لتأمين احتياجات المملكة من المحروقات الأساسية خلال فصل الشتاء وأضاف خلال جولة له على مصفاة البترول في الزرقاء اليوم أن المصفاة جاهزة لتزويد السوق بنحو 200 ألف استوانات غاز منزلي إذ ارتفع حجم الطلب عليه لهذا المستوى خلال فصل الشتاء مبينا أن المصفاة اشترت 400 ألف استوانات غاز وأحالت عطاء لشراء 250 ألف استوانات أخرى وعرض مسؤول المصفاة آخر التطورات على أعمال التوسعة والتطوير لمحطاتها إذ سيتم تشغيل وحدة استخلاص الكبريت نهاية العام بكلفة 16 مليون و290 ألف يورو واعتماد المصفاة على الطاقة الشمسية إذ يتم حاليا توليد 10 ميجاوات من الكهرباء إضافة إلى ختم استوانات الغاز بختم اندماجي يمنع التلاعب بالاستوانات من قبل الموزعين والبعاء إلى ذلك أظهرت بيانات نقابة أصحاب المحروقات ارتفاع حجم الطلب على الغاز والسولار والكاز والبنزين عن المستويات الطبيعية بسبب الأحوال الجوية وبحسب البيانات إذ بلغ حجم الطلب على الغاز المنزلي في محطات تعبئة الغاز الثلاثة التابعة لشركة مصفاة البترول اليوم الاثنين 117 ألف و120 استوانة بعد أن بلغ أمس الأحد 146 ألف و748 استوانة في حين بلغ يوم السبت 160 ألف و700 استوانة أما حجم الطلب على المشتقات الأساسية الأخرى بلغ اليوم 5039 طن موزعة بين 3744 طن للبنزين أكتان 90 288 طن للبنزين أكتان 95 والكاس 630 طن أما السولار بلغ 377 طن في حين سجل حجم الطلب على المشتقات الأساسية ذروته يومي السبت والأحد إذ تجاوز 8000 طن ونلقي الآن نظرة على سوق عمان المالي حيث استقر أداء بورصة عمان في ثاني جلسات الأسبوع وأغلق المؤشر القيسي العام لأسعار الأسهم في نهاية تدولات اليوم عند مستوى 2123 نقطة وعن أبرز مؤشرات البورصة اليوم بلغ حجم التداول الإجمالي حجم التداول كان 6.8 مليون دينار سهم نفذت من خلال 6.6 مليون كان عدد الأسهم ونفذت من خلال 2838 عقدا أما على المستوى القطاعي فانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 22% وقطاع الصناع ارتفع كما نلاحظ بنسبة 13% والقطاع المالي ارتفاعا أيضا بنسبة 14% وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول جاء القطاع المالي بالمرتبة الأولى وبنسبة 68.52% ثانيا قطاع الخدمات بنسبة 16.33% وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 15% أما الشركات الخمسة الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي فلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 5% الصفوة للاستثمارات المالية بنسبة 4.7% التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 3.7% والمركز الأردن التجار الدولية بنسبة 3.5% وأخيرا التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 3.4% في خبر آخر حل الأردن في المرتبة الخامسة والأربعين في الترتيب العام للضرائب على مستوى منطقة الشرق الأوسط في التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة BWC وشملت الدراسة جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة وبيّن التقرير أن قطر والإمارات العربية المتحدة تتقاسم المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المخفضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقال تأجيها المصدرة للدراسة في بيان صحفي اليوم إن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية من حيث الموازنات المالية وأهداف وضع السياسات وتجيع النمو الاقتصادي اشتركوا في القناة